مؤتمر الحراك السؤال الذي نطرح اليوم اليوم يبدأ الحراك وين كنت؟ سؤال رقم واحد سؤال رقم اثنين ما معنى مؤتمر الحراك؟ ما هو الحراك؟ ما هو؟ ما هو؟ الليزا سوسياتيون الذين يدعمون فيها تحت الطابلة وتخلقون فيها أغوشياد رواط لتشكلوا قطر معين؟ ما هو الحراك؟ الليزا سوسياتيون اللي بعتلكم مصباح وانتقرتهم في تيسيو غلوبال متاعكم ما هو الحراك؟ الحراك ما تقدرش تعمل له مؤتمر لأن الحراك مطلب سياسي الحراك الإجابة هي تمركزات سياسية ببرامج ماشي مؤتمرات هذا في المؤتمر وش رح يكون؟ رح يكون شوية كوميونيكاسيون باش غدوة متاك تدير المؤتمر؟ وهك نباتقت من المؤتمر لجنة باش تحاور مع النظام هيك؟ هذه هي الخيانة بعينها ديروا المؤتمرات كما تحبوا حتى تديروا وكتروا ويجلبوا مليون دولار من تركيا من الإمارات ومن عند الدولة الجزائرية تستطيعون كل مؤتمرات ولكن لا تزمنوا في فكر لا تزمنوا في الإنسان لا تزمنوا في العقل لا تزمنوا في العقل السياسي الجزائري كما من قبل كانت المسيحية السياسية عبء للتطور من أوروبا والدول المسيحية كذلك الإسلام السياسي واللاعب على التطور من الدول التي تدين في عامتها بالإسلام كامل هذه الناس عندهم خاصية كيف كيف بكل يلعبوا على حبل العاطفة كي تسمعهم يهدروا يهدروا بالعقل ومفرزين الكلمات وواحد العسل يخرج هدو هما الهيبوكريت هدو هما المنافقين بسك ما يعتوكم في والو ما يعتوكم في والو ما عندهمش برنامج عندهم تم موقع سياسي انبوزيسيونمون بوليتيك بو رفور ديزافونتاج مع السيستام هدو السيستام كيف كيف سيزوتي دو لما نبوزيسيون ديزافونتاج الانظام هذه الناس كي ما راشاد لا الاحزاب هادي هدو مع النظام نفسهم يعني سيزوتي باقات كي برمات يهبلوا الشعب ويما نبوزيوه باش يبقى الاستعمار في الجزائر وتبقى الجزائر ما تتحررش ونميديا ما تشوفش ديزور لانو برنامج ما كانش مؤتمر للحراك مؤتمر نقول لي وشوية اللور وقت ما كانت الدنيا سخونة وصح والشعب كان فيه أوج يعني الفيضان انتعوا محبتوش تكونوا ممثلين احنا ما دينوش ممثلين الشعب ينتصر هم الشعارة من وصلكم صراعينا سيضم علي زيتودجان بل ما نهضر عليه النتيجة كمشتوها المنافقين درجة أولى هم هادو الأبواق بيانسور ما نهضرش على صغار المسخين هادوك تح الكاتيغوري شباني همارديز هادو نهضرش لي مقاعنا نهضر على الأبواق نتحن زيتودجان سياسيين هادو الناس هادو شوفوا أنا بالك عندي دي ديفوكي من الناس كل بسا نطلع عند ربي صافي انتوما تطلعوا دي زيبوكريت تطلعوا أخو باتر برب ان شاء الله تطلعوا عند ربي خو باتر والتاريخ يحكم عليكم أنكم خوباتة أنكم رادالة أنكم فاك بوليتيكس ما كم والو ما كنتو والو وما راكم والو وشي هو السياران السياران سيتون يونيفرسيتا ريبوليسيونير جامعة طورية تبني العقول نحن حبي نبني دولة دولة على أسس صحيحة السياران منظومة طورية الهدف انتحة بناء أسس دولة القانون لتشكيل الدولة الحقيقية النومية اللي ما شفناهاش منذ الفين سنة نحن حس تيفي هدا هش تيفي وش مدولك وفات ما رك تعدر على أول ديك نوريجين تعوال ديك اكزاكتما وشو صفت داك دونك هذا هو السياران لماذا زال ما فهمش السياران ما عندنا ما نقوله له لو سياران الهدف انتعوا البنيان على الصح والله ما يبنيش البنيان على الصح وشي هو هو فتح العقول والقضاء على الجهل والتعتيم لأنه الناس الشعب لك اللي لا تفتح وعندوا المعلومة صحيحة الشعب هذا رح يدفع عن حقوقه حنا جينا هنا باش نقوله للشعب هذا الحق انتعك وهذا الواجب انتعك حنا جينا هنا باش نقوله لبلادك هذه هي واصلك هذا هو ما يكدبينك حتى واحد ما راك تركي ما راك عربي راك امازيغي دينك خاص بيك على بنابلي لا معجورة الجزائيين المسلمين ما شي عاي با كونترار انا مسلم اجيغي امازيغي الدين تاعي ومن قبلش واحد يتعلي في الاسلام في الاسلام الحقيقية ما هدو كبوقوق واصحاب البخاري وابو خوري رمام وانترار وانترار الصوق على الجياح وانترار اذا ما هو ما هو ما هو ما هو التاريخ تاريخ اتراك ستديم مرسونار عندنا في الصح جاءوا خالصين باش يحميوا المواقع البحرية ولو مستعمرين وباعونا وجوا رايحين حاشال حاج حمد باي اللي مات في الزاير في الحباس منتع فرنسا الاستعمارية ما شي كما بايلك الغرب وبايلك تيطري بو تاريخا بعد لازم الناس تقرأ التاريخ الحقيقي دوت فاسو تاريخ اللي يحب يقرأ دركا يقدر يروح بارتو يشوف الحقيقة ويمشي فيها وحده دون كل السيارة انا هنا احنا غدوا ما نتحيروش كون الشعب كامل يتبع حركة معينة شو نقول له الله يسهل يفو اسيومي برك يفو جس اسيومي سي شوى سي كولو السياران السؤال اللي طرحنا على نفسنا احنا في السياران هل الشعب الجزائري الحق لضراجة الوعي باش يتحرر ما زالت الاجابة ما عندناش كاين مناطق لحكة الضراجة لتاع الوعي با هنقول عليها دركا جاء الوقت انها هي تاز ويس كاردينر تير شيل تير اونوريس ليبرتاس تير اونوري ليبرتي ما عندناش رح نشوفوهم مع الايام الجاية هالشعب الجزائري الحق لضراجة الوعي انه لا ادولت يعني متمكن وقرارت انتعو قرارت انتعناس عقلين والله ما زال لكن ما زال في الحرية ما زالت بعيدة ولكن عقل وبلغ الرشد الحرية عند بابه هيتضغدق عليه انبي قيادة السياران باش يجبه لكم مالاخر ما كانش قيادة ابرتات السياران حبيتوا ولا كراتوا مش ينبيع فيه صوق ولا ينبيع فيه سلعة شكلوا اي قيادة وتتقابلنا لكن اغلب سنة نتبعوها في كل مجالات هذا هو السؤال الحقيقي الجوهري هل شعب الجزائر الحق لدرجة الرشد لذلك انه لا اتن الامنسيباتيان ولا ما زال سي لا اتن لذلك بشتى استطاع انه لا من كل نحن لكن ما زال يعني ما زال ما يلحقش لاليبرتي ما زالت بعيدة ما منذيروحنا ونحبوه كون نطيرو للسماء شعب ما يلحقش للرشد ما يتحررش